أيها الأحباب المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أرحنا بها يا بلال كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبين جمال تلك الشعيرة جمال تلك الفريضة ليبين عظمة الصلاة ليبين أثرها في إراحة النفس ليبين فضلها وأنها سبب لصلتنا بالله عز وجل نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال كما حكى القرآن الكريم عنه ربنا أي يا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآيات أنظر إلى قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم جميل أن نفوض أمورنا إلى الله تبارك وتعالى أن نتوكل على الله في كل شيء أن نفعل الشيء ونطلب من الله التوفيق إذا ما ضاق بنا الأمر نلقأ إلى الله وإذا مشتد الكرب نتوكل على الله ربنا إني أسكنت بواد غير ذي زرع هذا الواد كان فقيرا في ثماراته لا يوجد فيه ماء ولا يوجد فيه شجر هو مكان شبه جد حتى الأقدام ربما لا تمشي فيه إلا نادرا ولكن انظر إلى مطلب هذا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا إني أسكنت بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة هذا أول مطلب لهذا النبي أن تقيم ذريته الصلاة إذن الصلاة هي عماد الخير في المجتمعات هي عماد البركة في حياة الإنسان هي عماد البركة عندما تهتم بها الأسرة وعندما يقوم أفرادها بهذه الشعيرة المباركة سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى طعن وعندما طعن رضي الله عنه ربما أخذته إغماءة طويلة والصحابة عند رأسه يتحدثون وسيدنا عمر لا يدري شيئا ممن حوله ولا يعرف أين هو رضي الله عنه طعنة من خبيث أراد بها أن يطعن الإسلام إلا أن الإسلام قائم وغير عمر كثيرون ممن تربوا ممن تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وقف الصحابة عند رأس سيدنا عمر يريدون أن يفيق من إغماءته فقالوا أي شيء نقيم به عمر فقالوا كان سيدنا عمر يحب الصلاة أمير المؤمنين كان يهتم بشأن الصلاة فقالوا أيقظوه بالنداء إلى الصلاة فجاءوا بجواره وقالوا الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين وظلوا يكررونها حتى أفاق سيدنا عمر رضي الله عنه ثم قال من آخر مقال الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة من يترك الصلاة أي خير يريد بعد ذلك من يكسل عن عبادة الله أي بركة تكون في حياته انظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وعودة إلى جملته الرائعة كان إذا اشتد به الأمر وكان إذا مشتدت به الصعاب فزع إلى الصلاة في ليلة بدر عدد الصحابة قليلون والمشركون في أول مواجهة جمعوا عدتهم وهم يقابلون الفئة القليلة المؤمنة ماذا صنع رسول الله في تلك الليلة قام رسول الله في تلك الليلة يصلي ويرفع يديه إلى الله بالدعاء يقولون ما فعل رسول الله في تلك الليلة إلا الصلاة والدعاء صلوات ربي وسلامه عليه أرحنا بها يا بلال كلمة كان يقولها صلى الله عليه وآله وسلم ليجعل في الصحابة حب هذه الشعيرة ليعظم أمر الصلاة جميعنا يفزع إلى تلك الصلاة ورضي الله عن سيدنا يحيى بن معاذ قال يا ابن آدم من مثلك إذا مشتدت بك الأمور توضأت ووقفت وصليت وناجيت ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر